موسيقى مساكم الله بالخير ضيفنا الليلة هو مرشح الدائرة الأولى أحمد شحومي يا هلو مرحبا بخليفة هلو فيك الله عزوزك بخليفة يمكننا دائما نبدأ حواراتنا سواء مع المرشحين الجدد أو النواب السابقين بتقييم المشهد السياسي اللي فات وانت كنت قريب جدا من هذا المشهد بحكم وجودك بالمجلس وكنت نائب لرئيس مجلسة لموة المجلس اللي فات بدأ حالة الاحتقان يمكن من الجلسة الأولى وحتى موضوع الاعتصام فتعال نشخص المشهد ماذا شفته وماذا شفت حالة الاحتقان من بدايتها وحتى هذه اللحظة بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة الاحتقان بدأ قبل أول جلسة منذ أن كان فيه اجتماعات للأخوة النواب لاختيار مرشح الرئاسة نعم وستخدمت في تلك الفترة كل وسائل الهجوم في السوشال ميديا ضد كل من تبنى رأي مخالف لرأي الأغلبية في ذلك الوقت نعم أنا وجدت نظري كانت واضحة من اللحظة الأولى أنه لا بد يكون فيه وضوح عندنا ولا بد يكون عندنا مزاقية مع عموم الشعب الكويتي طبعاً نحن عينا في الجلسة الأولى وتم اختيار الأخ مرزوق الغانم رئيساً للمجلس في ذيك الجلسة كانت فيه ردود أفعال جيدة توقعنا أنه نبني عليها مستقبل أفضل بعض الأخوة اللي ما كانوا معيدين الأخ مرزوق في الرئاسة تقبلوا النتيجة وقالوا أنتو بتلينا فيك وأنت بتليت فينا وتوقعنا أننا سنتخطى هذه المسألة لكن للأسف ضلالة الجلسة الأولى بقى مستمراً حتى آخر لحظة في مجلس الماضي انتقل في مرحلة من مراحل من خصومة مع رئيس المجلس إلى خصومة أيضاً مع سمو رئيس مجلس الوزراء ولذلك كل ما شاهدتموه من أحداث هو نتاج للجلسة الأولى التي لم يتقبلها الباب الآن تقول لي هل كان يمكن تفادي مثل هذه الأمور لا أنا أعتقد أنه كان الخلاف الشخصي وكانت هناك نواية بحل مجلس الأمة وكل ما حصل من عراقيل مبنى من اللحظة الأولى نعم أنت بحكم منصبك نائب رئيس ما يسمى وقربك وكيد كلكم نواب يمكن أن تختلفون سياسياً لكن أكيد تجمعكم علاقات اجتماعية لم يكن هناك محاولة حقيقية لرأب الصدع أو أنكم تردون العلاقات مع بعض أو أنكم تتخطون ما حدث في هذه الجلسة أو ما قبلها حسب ما تخطي كانت في عدة محاولات ليس فقط محاولة لكن حقيقة أقد أقول لك لازلنا نعاني من أن نواب مجرد ما يتعرضون إلى هجوم في السوشال ميديا خصوصاً في تويتر يتراجعون تماماً عن رأيهم نحن في هذه الفترة التي عشناها عشنا إرهاب فكري واضح أنا قلت يمكن أن تذكر معي من أول أيامنا في المجلس أنه كان كثير من النواب لهم وجهة نظر مختلفة هناك نواب كثيرين كانوا يقدمون شيء للوطن وكان عندهم نوايا صادقة ولكن كانت الحالة الإعلامية خصوصاً في السوشال ميديا وجهتهم باتجاه معين باتجاه التصعيد في كل قضية أي قضية مرت علينا في المجلس نتج من خلالها تصعيد غير مبرر وهذا الأمر مستمر لغاية هذه اللحظة أنت لغاية هذه اللحظة كل من يعارض فكر معين أو توجههم في السوشال ميديا ترى بأبشع الصفات وهذا الأمر لا يجعل الحالة السياسية تهدأ كانت هناك محاولات نعم كانت هناك محاولات حاولنا نعم حاولنا مع كامل أسف لا لأنه لم يكن هناك مجال لديهم هل هذا الأمر سيستمر في المستقبل لا أعلم لكن إذا استمر بكل تأكيد من سيدفع الثمن هو هذا البلج هل سمعت تبريرات زملائك كان عندهم يكون تبريرات أو أسباب لمثل هذه الأحداث التي صارت أو تبعات الجلسة الأولى هل كانت مطالبهم منطقية أو أسباب أنا بالنسبة لي لا أفهم أن النائب لا يملك رأيه هذا لا أفهم ويقول أنها مثل الغالبية التي انتخبتني لا بالتالي إذا كنت تمثل رأيي الغالبية أو الناس فخليكون رأيك في الغرف المغلقة هو رأيك في العلد ودائما ما كنت أقول بأن للأسف بعض النواب ما يملك رأيه وهو أصلا يقول لنا كلام وبعدين ينتكس ويخالف هذا الرأي نحن في المجلس الماضي قاعد أقول لك سيطرت على عقول النواب الهجوم الشخصي اللي كان يشن ممكن نائب يتحمل هذا الضغط الإعلامي من السوشيال ميديا اليوم نحن عن عن نفسي يمكن كثير من اللقاء يتابعوني الآن مصور لهم أحمد شحمي بطريقة جدا سيئة لأن هذا الإعلام أنت لا يمكن تجاري أنا عن نفسي لا أملك القوة ولا أملك الملايين اللي يملكونه هم في الضخ للإعلام حتى أني أنا أصور نفسي وكأنني أنا الرجل المصلح وبالتالي مهما قدمت من عمل هم يهمشونه اليوم مثلا نحن في حوار رمي أنا قدمت 80 قانون كم واحد قرأ ما قدمت كم واحد تابع ما قدمت قليلين جدا تابعوا فقط ما يظهر لهم الإعلام اللي هو للأسف غالبيته ما أقول كله أقول غالبيته غالبيته مأجور ومدفوع باتجاه معين ما هي المشكلة بخليفة أن الطرف الثاني لما يقعد في نفس مكانك أمامنا هنا يقول أنتو كأعلام أو ما تتكلم عن نحن كمؤسسة ولكن نتكلم بشكل عام أنتو كأعلام وقفت مع طرف ضد طرف أنتو كأعلام لكم مسؤولية فالإعلام يعني يضرب من الطرفين كل طرف يقول المسؤولية تقع على الإعلام أبداً دعني أحدد لي ومتى كان الإعلام أنت لا أحد أكلمك عن الإعلام المسؤول الصحف القديمة وقنوات الإعلامية وصائل التواصل الاجتماعي أنا أحد أكلمك عن وسائل التواصل الاجتماعي يعني قادي حاول يعطي لي نفسه حجة لكن في الواقع لا في الواقع كنا كل جلسة نخلص منها ننتهي منها كانت في معارك جانبية تشن في السوشال ميديا نعم اليوم صار في عندنا نقطة مفصلية ألا وهي الخطاب السامي وبعد الخطاب السامي صار في عدة تحركات وإجراءات على مستوى المشهد السياسي وربما الحكمة بدأت تتحرك معناته فيه بوادر للمجلس القادم أين كان رئيس الوزراء القادم وأين كان رئيس المجلس القادم سؤالي لك هل تعتقد بأننا سنستمر بهذا الاصطدام في المجلس القادم أم أن هناك بوادر لوضع ومشهد مختلف جميل السؤال جميل هو في كل الأحوال نحن نتمنى ولا شك يعني ما قدمت نفسي كمرشح اليوم إلا أني أنا أتمنى وما بعد الخطاب السامي وما بعد توجيهات سموه للعهد رعاه الله أن تكون هناك تفكير مختلف في المرحلة القادمة لكن أنا بس أحذر يعني أنه فيه نواب يعيشون على الأكشن دعنا نكون صادقين أو هو بدون الأكشن هذا بدون الإثارة بدون تطريز الأحداث أو شخصنتها ما يقدر يعيش أتمنى هذا يتوقف يعني على الأقل لفترة حتى الكويت تتنفس الكويت اليوم يعني اكتفت من خلافاتنا الشخصية بما فيه الكفاية أنتوا ترون نفسكم على حق ونرى نفسنا على حق الفيصل بيننا وبين وبين ذلك الناس لكن اتركوا الكويت تتنفس نحن عندنا مشاريع معطلة أمنيات معطلة أحلام معطلة وانت ممكن ذكرت أنه في تحركات من قبل الحكومة نحن على عكس ما هم يحاولون يقولون أو عن نفسي شخصيا أنا مد يد التعاون من الآن حق الشيخ سمو رئيس أحمد النواف ويليت أننا نفتح لكن هل هم رح يصدقون ولا من أول اختلاف معاه في الرأي سينقلبون هذا اللي نقوله إحنا الأيام بيننا حكم إذا كنا إحنا صادقين أو هم صادقين أنا عن نفسي أتكلم عن نفسي أنا ما ألبس قبعة وغير قبعة أنا قبعتي هي الحفاظ على هذه الدولة والحفاظ على هذا النظام قبعتي هي يعني ما يراه الشرع في هذا الأمر في طاعة ولي الأمر ما غيرته هذا هو ب2006 وهذا هو ب2020 وهذا هو رح يكون ب2022 إذا الله كتب لي النجاح لذلك أتمنى يكون في صدى للخطاب السامي وأتمنى أن يعلمون أو يستدركون بأن الناس ملت من من كثرة الأكشن عندنا في الكويت نعم وتقييمك للخطوات اللي صارت خلال هذه الفترة ما في شك أنه في خطوات إيجابية وفي خطوات تشكر عليها الحكومة التقييم الحقيقي هو في التشكيل القادم لمجلس الوزراء في الخطوات لا بد من تعجيل الخطوات حقيقة أنا أريد أن أذهب معك إلى المستقبل دعني أقول أن أكون صادق معك هناك نقاط كثيرة تعرق للتنمية في الكويت نعم الدورة المستندية عندنا الدورة المستندية دورة متخلفة جدا تعوق أي مشروع تنموي في البلد خلي في بالك وخلي كل واحد يتابعني الآن على يقين بأن الإصلاح هو حلقات مرتبطة في بعضها ما يمكن أن تقول أنا بصلح التربية دون أن تصلح الإسكان دون أن تصلح التعليم دون أن تصلح الصحة وما إلى ذلك ما يمكن أن تقول أنا بصلح الوضع في البلد والتركيبة السكانية عندك فيها خلل وإنت عندك تسع أو عشر دول تقريبا أنت مصكر عليها وقاعدت تجبر الناس تروح يعني في اتجاه معين كل هذا مرتبط بفكر معين للإصلاح في المستقبل إذا إحنا قدمنا هذا الفكر وقضينا على الدورة المستندية المتخلفة التي من ضمنها يعني أنت تكلمني هل الرقاب المسبقة على المشاريع طورت بلد يعني بمفهوم أن الحفاظ على المال العام أعتقد قتلنا المال العام تقول لي كيف ترى الفساد مفهوم الفساد إذا نبين شخصه ترى مو فقط فلان سرق ما في شك أنه فلان سرق هذا فساد كيف تشخص الفساد كل ما يمس الأخلاقيات والقوانين هو فساد بمعنى أنت لما تكون دكتور جامعي وتسرق بحوث أنت فاسد فأنت لا تتكلم عن الإصلاح وأنت تحمل هذا الفساد إذا كنت أنت أصلا الدكتورات التي أخذتها أنت جايبها عن طريق امتحان لغة إنجليزية قدم واحد ثانية عنك فلا تتكلم عن الإصلاح إذا أنت كنائب في مجلس الأمة كانت لديك مصالح مباشرة مع الحكومة أو غير مباشرة فلا تتكلم عن الفساد الفساد ليس فقط فلان سرق سرق نعرف كيف ممكن نقضي على هذا الفساد ونكون قدوة للناس إنما نقول كلام مرسل وثم نأتي في قاعة عبد الله سلام طبعا لا أقول لكل أنا عندي يقين بأن كثير من النواب عندهم نوايا حسنة وعندهم رغبات حسنة أقول لهم فقط لا تستسلم لما يقال أو ما يكتب في تويتر يعني استسلموا للبلد قدموا للبلد الناس تعبت ملت لا يمكن الناس تتقبل أن يأتي مجلس ثاني عند نفس الشخصانية وعند نفس الهجوم إذا كانت أسباب للشخصانية قد أزيلت اليوم ننكر في ملعبكم قدموا مشروع تنمو للبلد قدموا مشروع واضح نسمع منك مشروعك أو القضايا ولكن قبل أن ننتقل إلى المستقبل أبي يبطاري الفساد الفساد اليوم الناس تقول أكثر من جهة وأكثر من مؤسسة رقابية وهيئة ومقادرين اللحق لذلك ترتفع أعداد المؤسسات وبالمقابل معدلات الفساد تزيد بعد الفاصل نسمع إجابتك أبو خليفة تزيد المؤسسات الرقابية يزيد الفساد وبعد نقطة يقال بأن المجلس قصر في الجانب التشريحي وزاد الجانب الرقابي يعني الرقابة عندنا كل مكان وإنت ما تريد رقابة مسبقة هو الفساد عالي لذلك شنو هذه العلاقة بين كل ما زاد زاد الصوب الثاني أول شيء شوف نقول أنا ما أقول ما أريد رقابة مسبقة أنا أقول لما يؤهم على موضوع القضية الإسكانية وطلبوا إعفاءها من الرقابة المسبقة لتعجيل المشاريع هذا إقرار ضمني غير مباشر بأن هذه الرقابة المسبقة على الأقل تؤخر كثير من المشاريع لدورة مستندية معقدة يعني مو معقول أنا الآن بأسفلة الشارع اللي عندي أقعد أربع سنين أخذ موافقات هذا كلام يعني مو منطقي بالتالي أنا أرى أن هذه الدورة المستندية جزء من الفساد لأن أنت كل ما تأخرت حتى في القضاء لما تأخر في الأحكام أنت قاعد تظلم ناس بالتالي أنا اليوم قاعد أكلمك عن شلوم ممكن نطور بلد إذا إحنا قوانيننا معرقلة للتنمية بعلم الجريمة كلما تطور تطور القوانين تطور فكر الجريمة هذا أمر مفهوم لكن هل سنستسلم لهذا الرأي ونترك البلد بدون تنمية إحنا اليوم الشعب سعيد على أساس أنه فيه إعلام من الحكومة بأن هناك مشروع ترفيهي في القادم من الأيام سيكون زين هل كان يعقل أننا أصلاً الشعب الكويت لا يعني كل يروح دول خليجية يعني يرفح عن أبناء طيب شنو كان يمنعنا طوال السنوات من هذا الموضوع دورة مستندية تعيسه ولذلك أنا الرقابة المسبقة ما يعني رفعها هو التشكيك في الناس يا سيدي ما يمكن تنمي بلد وأنت ترى أن كل تاجر فاسد ما يمكن تنمي بلد وأنت تقتل الابتكار عند المخترعين والشباب وتقدم أمثلة للفساد فقط وكأن الفساد هو الأصل في الأمور والإصلاح والمصلحين في البلد اليوم للأسف بكل أسف نحن نسلط على السلبيات بشكل كبير جدا ونظهر الكويت وكأنها واحدة من الفساد وهذا غير حقيقي وغير صادر ما هو الكويت في نظرك أنت أنا أرى دولة الخيرين أنا أرى دولة المحبين أنا أرى دولة المبدعين أنا أرى دولة المبتكرين أرى تذكر أنا كنت خلال فترة وجودك أنا أبرايز أستقبل كل مبدع في الكويت سبحان الله قبل أيام تذكر لما أنا أستقبلت الشباب الذين كانوا عندهم فكرة الصاروخ نعم تندر أخذ تويتر تندر وضحك وكذا طبعا هذه الشباب مبدع الآن أعلنت إحدى الدول الخليجية أنها ستقيم مركز للفضاء قرأت الخبر اسمع المدح طيب ما أنتو عندكم شباب وعندكم طاقات وعندكم كفاءات والله مولك يا أبو خليفة بلا شك هناك نفس الخبر بلا شك هذا اللي أنا أقولك يا الإعلام المختطف هذا أقولك يا الإعلام المختطف شنو شنو القيمة الفكرية وإلى شنو القيمة الإعلامية وإنت إعلامي مخضرم الله حب عندما تضع لي أن فلانة الفلانية كويتية تهاوشت مع وافد في مطعم شنو 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 مهد الإعلامية أنت قد توصل حق الناس أننا فينا غرور فينا تكبر طيب شنو المصلح الإعلامية التي قد تجنيها بعض الصحف الإلكترونية توفت فلانة الفلانية بجرعة زاعدة عن عمري 20 سنة وباتي رح ينزل اسمها بالجريدة والله معاك لكن بالمقابل هناك حسابات أخرى تركز على الألعاب الفردية والإنجازات النسائية جميل وذوي الاحتياجات الخاصة والمبادرات الرائعة كم عدد في خضم هذه المعركة؟ يبقى هذا موجود وذاك موجود لا لا نحن لا بد أن نبين للناس أن الموجود الحقيقي هو أصل وصلاح الإجابة أكبر نعم أصل وصلاح هذا البلد أنت اليوم لما تخطئ امرأة أو بنت تضعها مثال حق البنات هي استثناء يفترض مفترض أنها استثناء بالتالي أنت لما تبثتها مرة تلو الأخرى تلو الأخرى أنت كأنك تبحطها أن هي القدوة هذا الإعلام اللي أنا قاعد أقول حرامي يعني ينظر الكويت بالطريقة الكويت ما لها الذنب في خلافاتنا الشخصية أنا مياه يتكلم مفهوم الفساد اللي قبل شو يكلمتني عنه نعم ويتكلمني واحد يقولي الدولة العميقة التي سيطرت على الكويت الدولة العميقة من هي الدولة العميقة؟ لا أعلم من الدولة العميقة؟ لا أعلم إذا أهو نفسها كل أفراد أسرتها 20 شخص 19 شخص منهم قيادي وماسكين زمام الأمور ومن ثم تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الفرص إذا نفسك إذا أنت تكلم عن دولة العميقة أنت أعمق من العميقة فأنت ليش تمس بلدك وأنت قاعد تحاول تصور للناس بأنك مصلح قدم مشروعك لكن لا تمس بلدك اليوم أصبحت الكويت هي المادة وهذا غير منطقي لما تيجي تقول لي والله فلان فاسد وفلان فاسد وفلان فاسد طيب كم آلاف من المصلحين في الكويت أنا أسألك كم تاجر مصلح عندنا من الكويت كم تاجر رهن أمواله وقدم أمواله في دائم الكويت آلاف مئات زين أنت تطور أنت دولة بدون تاجر أنت تدعم اقتصاد دولة بدون قطاع خاص تجعل هذا الشباب يعمل وانت تقول لي أنا لازم أقدم للمشهد السياسي مشاهد قديمة ونماذج قديمة طيب وشباب وطموحات اللي عندهم والأفكار اللي عندهم والأحلام اللي عندهم طيب أنا أنا رح أعتمد على النفط لمدة زين أنا رح أعتمد على أن الحكومة تقدمي وظيفة لمدة زين أنت الآن أنا أسألك وأنا على الهوى والناس قابلني خلي أي مواطنة كويتية فوق الثلاثين سنة تقدم على وظيفة في القطاع الخاص شو سير يخرج عليها عشرين ألف تفتيش وكأنها بالتبعية هي ليس مسجلة حقيقة في القطاع الخاص وإنما هي تريد أن تأخذ فقط طيب هذا أنت لم ترى نوع من الإرهاب على القطاع الخاص أنت لم ترى كما تركت القطاع الحكومي لم تخفف عن ميزانية الدولة وفتحت أبواب وآفاق لها جديدة كما القطاع الخاص هذا بدون مشاريع ضخمة أو بدون مشاريع كبرى مدينة الحرير وما سميناها مدينة الحرير لم يعد طلح الجزر التي نحن جبناها لها جاسم العون أنا أسف أني أسهب لكن هذا لقد رأيتك بالعكس أنا جاسم العون الله يتكلم بالخير وعطيتها منصب وقدروا مخططات وقدروا مخططات وقعدها وضعنا وقدروا متى سنضخ متى سنقول إذا أقول لك شغلا وانت تتكلم أنت قلت مثلا عن موضوع الترفيه مشروع معين وبعدين النقاط التي قلت وقلت الدورة المستندية أنا يبدو لي بأن المشكلة في الحكومة يعني بعيدا عن موضوع الحسابات التي تتكلمت عنها وعندي بعض سؤال عنها لكن يبدو لي بأن موضوع عدم وضع خطة أحيانا أو هناك خطة وعدم وجود قرار من الجانب الحكومي أنت أقرب إلى الجانب الحكومي أو لا خلال فترة الماضية أنا رنائب رئيس لست أقرب لا للجانب الحكومي أنا لا بالمواقف أنا يفترض شوف خلال أقولك شي من قال لك أننا راضين عن أداء الحكومة هذا سؤالي لك هل أنت قابل من كان راضي عن أداء الحكومة لكن وفقا العراقيل التي حصلت حتى لا يمكن وحتى من وجودهم داخل القاعة من قال لك أنا لو أنا كنت راضي عن أداء الحكومة أو أنا مقتنع بأن دوري فقط أني أكون وسيط ما بين الحكومة والمجلس وكأن لازم أسكت هذا و أهدي هذا لكي نصل إلى نتيجة أنا قدم 80 قانون لماذا على مستوى نائب رئيس منذ عول مجلس حتى هذا اليوم لا نائب رئيس قدم 80 هل لهم هل لهم مكتوبة لي أنا بعضها تبنت الحكومة إذن الإصلاح ترى ما هو عمل فردي ولا أنا شكك في الآخرين ولا دخلت أنا في سجارات لاحظ أنا ما أدخل في سجارات شخصية على كثير ما تم محاولة الزج فيني في صراعات جانبية على كثير ما كان يتكلمون عني أنا ما أدخل في مهاترات ولا أدخل في خلافات شخصية أنا رأيي أقوله بكل صدق ما رح أكون جبان يوم الأيام ورح أكون شجاع اليوم باتر حتى أموت هذا دايدني من الحياة إنما أنا أتمنى الخير لوطني وطني تحب ومل لكن أنا أقول عموم الشعب الكويتي ترى مو هذه الحقيقة التي ترى منها أقسم بالله مو الحقيقة التي ترى منها من السوشال ميديا التي تعتقدون أن أنا الحكومة والدولة عميقة يعني أنا كنت جزء من الدولة عميقة شنو دوري بالدولة عميقة يعني أنت ليش تهول بهذه الطريقة ليش كاعد تصور أن أنت كنت في فترة من فترات كلنا كنواب عندنا قدرة أن نساهم مع الدولة بشكل أو بآخر أو مع الحكومة بشكل أو آخر في دفع العجلة التمية خلينا لن نكون صادق معا لو ننجس هنا وحدة ونتعاهد بيننا أن ندفع بعجلة التمية ونقدم مشاريع ضخمة ونوافق عليها وإن المشكلة لا يوجد مشكلة والدليل أن بخطوات بسيطة من الحكومة الفترة التي فاتت الناس استبشرت خير طبيعي وتفائل وصلنا إلى دعوات بالتفاؤل بحذر لأن نسبة التفاؤل فاقت الناس بسيطة وتبي أي خطوة للأمر ولذلك أهم أيضا قالوا أن أنتم ستكونون معارضة في المجلس القادم أنا أعلنتها وإعلنها الآن عبر لقائك الكريم لا أنا سأكون أكبر عون الشيخ أحمد النواف لدينا صادقة وعند رغبات أخرى في تعجيل الإصلاح ليس فقط الإصلاح وتعجيل الإصلاح جزء من الإصلاح لما أنت إذا تضع جرح لكن هذا ليس من الإصلاح أنك تأتي في لقاء من هذا وتقول فلان استلم فلان حط فلان وبط وبالنهاية لا يوجد لديك دليل أوراق أين أنا أقدمها بعدين هذا لا ينبغي لنا نحن اليوم نستطيع نطلع بخطاب شعبوي بحث ونقول كلام عامة الشعب يرتفع في الأسهم لكن هل هذا رفع قدرك أنت عند الناس حقيقة بعد فترة من الزمن سيكتفش في الناس بأن هذا الكلام غير صحيح طيب أنت شون قدمت ولا شي النقطة التي ذكرتها أن الحكومة يجب أن تكون سريعة في اتخاذ القرار حتى تطور بلد نعم صحيح نعم لكن قوانيننا لا تنزل مناقصة وترسي مناقصة تأخذك سنين هل يعقل أني أنا حتى مفهوم هل يعقل أنت قوانينك لا تحتاج تبديل لا تحتاج حدم الدكتور النابغة الذكي وإحنا ما شاء الله تبارك الله وأنا أؤكد بلد غني بالطاقات في الجسد الطبي مثل الطباء النابغة حدك الأقصى في الرواتب لأن ديوان الخدمة لا يجوز الناس ستقلمكم أنتم في المجلس لا تقلق 100% وإنهم صلهم سنين بالمجلس خصوص الأعضاء السابقين 100% لذلك قدمت 80% وإن كتبت خلال فترة الحملة 11 قانون أنا مسائل نعم من قرر قدع في نفسي ولذلك أتمنى في المستقبل أن أكون حر أكثر حتى أتابع كل مشاريع التي قدمها على الأقل حتى لما يوم الأيام أتوقف عن العمل السياسي أقول واذكر بيني ونفسي أني قدمت أهل بلدي شيء أنا اليوم قدمت ما علي أنا ممكن لما قلت لهم أنه دعونا نجبر الجمعيات الخيرية أنه تضع جزء من تبرعاتها داخل الكويت وهذا التوجه خذت فيه الحكومة اليوم هل هذا لم يكن نظرة لتقديم شيء للبلدي لما قلت أنه الإعلانات فيها أصبحت فوضى وتدخلنا في متاهات قضايا غسيل أموال وعندنا نماذج وقدمت قانون كامل في هذا الموضوع اليوم كاهي الحكومة ترسل وفداً إلى السعودية للنظر في التجربة أنا اتصلت بالأخ وزير الإعلام قلت لها ماذا في القانون الذي لديك نعم ماذا في القانون لدينا نحاول نحاول نقدم شيء نعم وكل يحاول يتطلع واحد يقول أنت بساعة أشرتي لأن ناس يتطلع عندك لقاء و تقول شغلات مرسلة نفس الأشخاص ممكن قلنا في لقاءات وما قدمنا مستند ولكن اتخذ بعض الوزراء اجراءات بناء على كلامنا لذلك أحيانا أنتم بشر تخطئون وأن تصيبون وأن تعلقون الجرس وأن تأخذون قرار المهم في الحملة الانتخابية لا تقدم موضوع نعم المهم تقدم مستقبل بلد ليس المهم أنت تقول فلان قال صحيح وفلان حاط أنا ما سوف أستفيد أن تتكلمني في الماضي شخص الحالة في الماضي نعم خلال فترة حملية التخابية لم أتنسقط خلافات شخصية ولم أتنسقط خلافات شخصية لكن يحزني يحزني أن بعض من يسمي ويدعي أنه رجل إصلاح مجرد لا يمسك خبر أو إشاعة يركض وراها ويكمل فيها هذا أمر محزن حقيقة وهو يجب أن يكون رجل يقدم للناس النصح ويقدم للناس ينشر لغة المحبة ما هو اللغة بيننا الخطاب السياسي في الانتخابات هذه لغة محبة نحن رجعنا مربع ليس كذلك نحن رجعنا نسمع حضوري ويسلني شيعي لماذا لماذا هذا ليس موضوعك هذا أصلا ولا هذا ليس موطنك الذي تتكلم ليس كويت الذي تتكلم كذلك ونسمع رؤاك للقضايا خصوصا بأن نحن يبدو أن نحن مقبلين على انفراجة ومجلس نتمنى أن يتعاون فيه مع الحكومة نطلع فاصل ونعود نحن 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 بنتكلم معاك عن المستقبل غطينا المفروض السوشال ميديا غطينا كل شيء ولا بعد في شيء أنت تقولي دائما الإشاعات تقولي الإشاعات موضوع الإشاعات هل لازلت أنت تعاني من هذا الموضوع يعني بساعة نتمنى تحت الفاصل هل السوشال ميديا لازالت مؤثرة حتى على عملكم تؤثر على عملكم لا لا بالنسبة لي يعني دائما وأبدا وك الأمري لله عز وجل وأنا أثق تماما بعقلية أهل الكويت وبمدى نضجهم وكل إشاعة أطلقوها علي سبحان الله ارتدت لصالحي بس ما يؤسف وما يحسن أن يستغلها مرشح أو يدعي الإصلاح ويدعي بل أنه يعني قريب من الفكر الإسلامي ويبني عليه يا أخي اتق الله في نفسك يعني أنت تمثل فكر أو تمثل يعني رؤية اتق الله في نفسك اصلح حالك لأنك أنت أصلا لا تملك رأي أنت من النواب الذين زاملتهم في الغرف المغلقة تقول شيء وفي العلن تقول شيء أقفز على هذا الموضوع الإشاعات دائما موجودة في الانتخابات لكن هل من المرؤة أن تقدم الإشاعات حتى على أهلي وناسي هل طالك شيء من هذا القبيل لا أخذ له شيء تبارك الله لا أخذ له شيء إنما أنا قد أقول نحن كأسرة أو حتى كأبناء قبيلة العوازم أو حتى كأبناء أهل سلوى نحن كلنا بيت واحد وفريج واحد ومنطق واحد لا يمكن تهزوني بهذا الكرام أنا ماضي قدما ولا راح أخاف من مواجهتكم يعني مهما أطلقتوا من الإشاعات عندي قناعة بأنني أقدم عمل ولا أقدم خطاب ولا لغة كراهية ولا أقدم تفرقة بين الناس في خلال وجودك أنا أب رئيس استقبلت الجميع وزرت كثير من مراكز الدولة وحاولت أني أقدم لكلها يعني هؤلاء مزيد من الأمل رغم سوداوية المشهد كانت في المجل القادم الماضي لكن مع ذلك أنا زرت المدارس وزرت مصوصفات وزرت الحدائق وحاولت أقدم لبلدي تعبت على شغلي فبالتالي أنت مسبقاً تحاولي تدخل أنا على الأقل في الميدان كنت موجود أنت وين كنت؟ أنا في الميدان كنت موجود في الحدائق المهملة وفي المصوصفات التي تؤون كنت موجود وفي المدارس التي كانت فيها نواقص كنت موجود أنت وين كنت؟ وين كنت في خلال سنة وثمانة شهور أنت فاضل أن تتابع التغريدة وتدابع تغريد الفلان بس نطلع من هذا الموضوع نطلع ونشوف المستقبل تويتر في حسابات وهمية وفيه يمكن ناس حسب كلامك مأجورة وفيه بالمقابل آراء شخصية ناس تكتب قناعاتها يعني مو بالضرورة كل شخص عنده نقد أو رأي مختلف عن رأيك الكريم أو رأي المجموعة يعتبر شخص مأجور لا 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 أبدا أنا قلت لا لا أنا بالنهاية لا لا أنا آسف إذا كان فهم لا لا أبدا عشان لا أسل وكأننا قلت شكل بكل الآراء لا لا أبدا نقول أنه ما يشن من حملة إعلامية مأجورة واضح من الرأي المستقل بس أنت لما تسوي موجة تساق معها البعض متأثرا دون أن يعلم بأنه تأثر أنت إعلامي مخضر وتعرف أنه هذه الموجة لما تكبر الناس تصدق عنها الحق هناك ناس لغاية الآن تتكلم عن بعض ما حدث في مجلس الأمم الماضي وتقول أنه حدث كذا وحدث كذا ما حدث الموضوع لا حدث لأنهم في الإعلام مصوروا أنه هذا أمر حدث فعلا نعم دعونا نذهب إلى المستقبل أمر أن الناس تنتظر من المستقبل نذهب إلى الحدائق و نذهب إلى المدارس و نذهب إلى المستشفيات هناك آراء تقول بأن هذه الخطوات الأصلاحية الجميلة التي حصلت من الحكومة هي خطوات رائعة ولكن يجب أن تستمر هذه الخطوات يجب أن لا تكون حلول مؤقتة يجب أن تتحول من حل مؤقت إلى حل جذري أيضا زياراتكم فكيف نتحول من الحل المؤقت إلى الحل الجذري من أين نبدأ يا أبو خليفة نحن كلنا نبدأ يعني أنا إذا الله وفق و كنت عظم جسومة لازم أبدأ إذا الله يوفقهم لازم يبدؤون و رئيس الحكومة و أنظومتها السياسية لازم تبدأ نعم لو كل وزير ما أعتبر نفسه مجرد موظف واعتبر نفسه يعني مجلس الوزراء في النص الدستوري يقول المهيمن على مصالح الدولة يعني اللي يرسم السياسات اللي يخطط هذا المجلس يفترض أن نجلب لأفضل و خيرة أبناء الكويت و يكون هؤلاء عندهم فكر لتنمية البلد لكيف ممكن ننقل الكويت من مرحلة صراع الشخصاني إلى مرحلة إنجاز عام أنا عن نفسي قد أقول لك كل ما يحدث الآن من هجوم و كذا أنا ألقيه و رأي ظهري مجرد ما ينتهي اليوم و حتى من هاجمني و أنا أقول لك إياها أنا أحترم الجميع و أقدر الجميع و لا أعيش على الماضي أنا فتحت صفحة مع الجميع كل بهم و إن شاء الله يا ربي يسامحوني و نسامح بعض و دعنا نبدأ حق الكويت إذن هل اليوم لك دور؟ نعم لي دور أنا لازم أعجل فيه بعض التشريعات مثل؟ كثيرة كثيرة التشريعات إحنا لو نبدأ من الطفل إلى الرجل المسن إلى المشاريع التنموية بس أنا أبدأ في المشاريع التنموية ليش؟ مو لأن أنا عندي أهم أنا قلت لك قدمت ثمانين قانون تقريبا شملت كل مناحي الدولة بس أنا إذا بحل الوضع في البلد لازم شوية أفتح الفكر الاقتصادي داخل الكويت علشان شذي أنا لازم أطور العمل في القطاع النفطي في مزيد من المصانع اللي تنتج يعني يعني مصانع بيترك المواويات بالعموم نحن عندنا لحين مصنع كبير أو مشروع كبير للوقود البيئي طيب دعنا نبني عليهم أيضا مشاريع ضخمة أخرى يعني مدينة الحرير أصبحت ليست ترفا أصبحت ضرورة اليوم أنت المشاريع الترفيهية في الخليج إذا ننقل الوضع بشكل أكبر نحن نفتح بمفهوم إيش أنه أنا أيضا أفتح قليلا البلد أنا مو معقول أن كل محيط مغلق أنا ما أقدر أجلب من إيران ما أقدر من عراق أنا ما أقدر أجلب من باكستان أو أفغانستان أو أجلب من بنجلاديش هذا المفهوم صعب صعب أنك أنت تستوعب أن كل هذه الدول يعني الدخول لنا صعب لأن أنت بطريقة رح نبقى مقيدين لو فتحنا مثل هذه المشاريع الضخمة التي قادر أحاول أمر عليها على عجالة سنفتح مزيد من فرص العمل للشباب الكويتي سنحل كثير من المشاكل وتكون فيه موارد مالية أخرى للدولة ستنحل أيضا بالتبعية مشكلات الإسكان يمكن الصحة سيكون فيه تنمية أكبر في 2006 لما قدمت و أنا كنت أصغر نائب في مجلس أمنا ذاك قدمت تصور للمدينة الطبية و كنت في ذاك الوقت أحلم ببعض المستشفيات التي تكون في الكويت و كحين أكيد عبر لقاءاتكم كم نائب تكلم عن أنه ما نضخه في العلاج الخارج لو نضخه في مستشفياتنا سأشتار على حلمك من ذاك اليوم لليوم للأسف لم يرى حلمة من أحلامي هذه الأحلام الكبرى طبعا أنا في ذيك الفترة كان عندي أحلام حققتها على مستوى على مستوى عمل من السموة لكن في المجلس اللطاف ما في ولا فكرة من الأفكار التي أنا كنت تبناها للأسف استطعت أني أحققها لأننا المجلس الماضي كان يعني مجرد صراع شخصي ليس إلا أعتذر للشعب الكويت عن كل ما حدث من المجلس الماضي ليس عني إنما عن كل النواب لأنني أعتقد النائب اللي لا يعتذر عن المشهد اللي حصل ما هو مدرك بأننا فعلا أهدرنا سنة وثمانة شهور من الشعب الكويتي في خلافات شخصية أقسم بالله قسما وحاسب على يوم القيامة كنت في كل يوم آسي على بلدي وعلى وطني بأننا نهدر من وقته في خلافات حاولت قدر المستطاع أن يكون في حوار أنا عن نفسي ويشهد الله ترى على فكرة أنا علاقتي مع عموم النواب جيدة جدا وهذا سبب أنني أجبت 41 صوت ليس سبب آخر لكن هذه السالفة لأنها صارت في الماضي لا أتكلم فيها إنما أنا علاقتي مع الجميع جيدة جدا وأترك مجال حتى لخصمي أن يكون قريب مني لأن هذا الخصم ممكن أن يكون في قضية عفوا ما هو خصم حتى لفظ خصم خطأ مني خالف من الرأي في قضية سيتفق معي في قضية أنا على مستوى الرياضة كانت عندي أفكار كثيرة كوني رياضي و كوني كنت لاعب و مدر و مسؤول و رئيس نادي و أشهرت نادي كانت عندي أحلام كثيرة أن أحققها في مستوى الرياضة على مستوى كبار السن لما كنت أرى الابتذال الذي يقدم أو من تصرفات السخيفة ضد كبار السن قدمت تصور في فصل أبو خليفة فصل وصل رسائلك خذ راحتك فيها من ضمن الرسائل التي قدمتها لما كنت أقول لازم نوقف المنح الخارجية للدول الخارجية لمدة معينة و يكون كل خير عندنا كان كلام يمكن يكون نوعا ما إنشائي منطقي هذا الاقترح قد لا يكون منطقي لزمن طويل لأننا أيضا عندنا مسؤوليات خارجية لكن يكون منطقي لفترة معينة لأننا نعاني قليلا من عجز في الميزانين ما رأيته؟ ما رأيته؟ أنا أرى أنه من الطبيعي جدا أنه يكون عندي حقي في أن الشعب الكويتي يكون مرفح بفلوسه أنا أتقل على عجالة قلت لك أنا لما تكلمت عن السوشيال ميديا و التجربة مالتي العمالة التي نحن نعاني منها أنا طالبت أيضا بوضع فحص دوري لكل عمالة تأتي من الخارج هذا أنا قدمت هذا قدمت و الآن أخذت فيه الحكومة مشكورة لأريت لو نحط أيضا مشروعي في الإعلام و التجربة اليوم طلعت على التجربة السعودية أيضا هذه من الأفكار التي أخذتها دولة مشكورة و تبنتها هذه كانت نعم هذه أيضا كانت من ضمن الأفكار التي أنا تمنيتها اليوم أنا تكلمت أيضا عن موضوع المرأة تمنيت لو أن المرأة ممكن نسعبها أكثر لأن لا تعمل من يعني كثر الله خير هم حاولت كثر ما أقدر أني أنا أبقي على بيت المرأة الكويتية لأن المرأة الكويتية بعد أن تتوفى أبناءها إذا كانوا غير كويتيين يعني غريب أن يكون يدور إقامة و يعني هذا أمور يعني أنا أحسنها مهينة نوع ما لأبناء الكويتيات إذا أسأل كني سؤال بخليف موضوع أبناء الكويتيات تحديدا أنا أقدم البرامج الانتخابية والحوار السياسي من سنوات لا زال يتكرر يعني دام أكثر من شخص مؤمن بهذا الموضوع والأمانة التقينا فيهم في أكثر من مرة منطقة الرمادية شباب وبنات مهتمين أبناء الكويتيات متى يتحول هذا أو هذه المشكلة متى تتحول إلى واقع والله ببساطة قرار قرار والله ببساطة 80% من مشكلاتنا قرار قرار يأتي وزير صاحب قرار ويتخذ القرار نحن نتدخل في التشريعات لأننا لا يوجد قرار نعم نحن نشأ شركات يعني أنا كنت من من كتب شركة التصلاة الثالثة في 2006 نشأ شركات معنى هذا تدخل في عمال السلطة التنفيذية هذا حقيقة تدخل في عمال السلطة التنفيذية بس لما نرى أن السلطة التنفيذية لم تذهب إلى استعجال القرار نحن نلجأ للقانون ولكن أنت مثلا أنا لما تعطيني رعاية المسنين رعاية المسنين عندما أقول خفض ساعات العمل لكل من يرعى مسن أنا أحتاج قانون لا أحتاج قانون يعني أنا عندي رجل كبير لا أحتاج قرار ما أحتاج قرار 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 لو الدوان الخدمة المدنية يعني يحاول أنه يعني أنا الآن شوف كرامات الكبار السن شو نرجع لهم مرة ثانية هذه هذه المهمة شوف هذا هو الفيديو يستطيع يساعد لا أنا خضراتك عندما يكون شخص مسن عندي في البيت وأنا وحيدة يعني أنا أنتظر أفعل تشريع لأن أنا أخذ وقت حق والدي والدتي وين البر يعني هل من البر أن أنا أروح لأن ما عندي وقت يعني ودي الرعاية زي أنا أبع بوالدي هذا المفهوم الرعاية حتى حق الكبار الطفل والكبير لا يملك الدنيا إلا أن أنت تساعد صحيح هل أنا يحتاج مني الطفل الصغير لكي أحميه من لقاء صحفي يصير فيه تندر أني أنا لازم أفعل تشريع أنا لجأت للتشريعات لأن أنا هذا دوري أن أنا أحمي الطفل وأحمي المرأة وأحمي الرجل المسن عن طريق التشريعات لكن في حقيقة الأمر أستاذ والله ثق تماما أنا أعلم أن هذه قرارات تفزر من ديوان الخدم المدنية التي لم تكن من وزير مجلس الخدم المدنية يجتمع وينظر في بعض الأمور هذا قرار لا يخرج هذا قرار لا يخرج وكل يمنع الوزير لا يمنع اليوم في بعض الدول الأجنبية الأجنبية أعطت الفرصة لرعاية هؤلاء الكبار أعطت قوانين قرارات أن عندك في البيت مسن أنت تطلع من دوامك مبتشر أنت عندك في البيت مسن تأخذ يوم إضافي إجازة هذه الدول الأجنبية فما في الدول الإسلامية ونحن دولة رعاية لكن نحن نقضي هذه المشاريع لأن نرى أن الدولة للأسف مقصرة أنا موضوع المرأة أيضا قدمت القانون الذي قول لماذا لما تكلمت عن الموضوع المرأة التي لم تزوجت لم تزوجت لم تزوجت لم تزوجت لم تزوجت ماذا لم تزوجت توقفوا أخوانا أين تذهب في حالات قد لا تكون كبيرة أنا لم أقل لهم مجنسوا عيالها أنا قلت لهم عقامة دائمة عيال الكويتية والحالات المكبيرة يجب أيضا الاهتمام فيها وهي الأهم نعم لأن من حفظ المجتمع الكويتي من حفظ النسيج الكويتي أنا أبن الكويتية أتبرى منه مستحيل لا يعقل أنت حتى لو أنك تتكلم كلام متطرف لا يعقل أن تبعد هذه الفئة التي هم من أجسادنا من أرواحنا وفي دول عالمية أخرى كلها تعطيهم كل امتيازات الكويت مدّة الخير حق كل شيء الطالب في كل مكان يأخذ مكافأة ويستمتع هذا أبن الكويتية أيضا من لحمك ودمك أيضا نحن مسؤولين أمام الله عز وجل عن رعاية فيه الطفل عندما يظهر في مقابله عمره 8 سنين وتترك التعليقات تتندر عليه أما أصابتنا هذه بمصيبة أما اختركنا هذا الطفل يعني منزعج لذلك أنا لما قلت أنه لا يجوز أخذ المقابلات مع الأطفال بدون إذننا و أولياء أمورهم أيضا أنه جمت لكن في حقيقة الأمر مادة علامية أنت تأخذها من طفل و تبثها الطفل هذا لا يفهم صحيح باعشر ثاني يوم يذهب إلى المدرسة نحن أباء و نرفض أنه يخرج والدي بدون علمي يخرج في لقاء و باعشر يتأثر هو وتأثر عائلته والله يثق بالله حملت كل هموم الناس على اختلاف انتماءاتهم قدمت من الطفل إلى المرأة إلى الكبير و إلى الرياضة قدمت مشروع معين هذا في موضوع الأمن الغذائي نزيل رح نعطيك كامل الحرية في موضوع الأمن الغذائي بس عشان ما نقاطعك وتأخذ يعني حاصلك فيه نطلعك بالفاصل متكلم عنك تسلم الأمن الغذائي تفضل بخليفة خلال فترة كورونا بلا شك كلنا لمسنا بأن هناك عندنا نقص في بعض الأمور عندنا شركة جبارة ممتازة نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لمجلس إدارتها التي هي شركة المطاحن شركة المطاحن كانت واحد من الحصون المهمة جدا لحفظ الأمن الغذائي داخل البلد الكويتين يعشقونها كلهم ولاء للمطاحن وهذه شركة كويتية و كفاءاتها كلها كويتية و أمسي عليهم كلهم بالخير و أقولهم بيض الله ويكم لأن اللي سووه كان عمل جبار بس تخيل لو كان عندنا مع المطاحن شركات أخرى موازية أنا ما أقول لنساعد للقطاع الخاص بس إحنا قد تحدث كورونا أخرى يعني بشكل أو بآخر فإحنا ينقصنا مفهوم كامل لشركة غذائية كبرى تسيطر عليها الدولة تكون تملك فيها شركة مواشي و شركة أسماك و شركة دواجن تملكها الدولة كاملة نعم و هذه ليست من الترفيات و قلت أنا أسس طالب بتأسيس الشركة هذه تشوفنا مرة أثنانية شباب اللي هي آخر نقطة تأسيس شركات للصناعات الغذائية والثروة الحيوانية والسمكية و قلت أنه ممكن هذه يعني تقدم أيضا جزء من أسهمها للاكتتاب العام طالب بتوجيه جزء من الاستثمارات الخارجية للمشاريع الزراعية بالخارج و هاي فكرة ناجحة مو فاشلة مثل ما بعض يحاول يفكرها المزارعين الكويتين أنا قدمت مشروع بدعمهم عن طريق فتح منافذ تسويق لمنتجاتهم لا يوجد هذا شيء حاليا موجودة بس نحن نفتح أكثر و نشيل القيود اللي عليهم خلي المنتج ينزل بسرعة من المزارع إلى الناس و لذلك هذا الفكر في موضوع التأمين الأمن الغذائي هذا قد يحمي البلد لو لا قدر الله لو لا قدر الله تخيل أنت تذكر لو كانت أيام الكورونا كنا سعيدين جدا بإنتاج المزارعين المزارعين قادرين عن الإنتاج أعطهم الدعم الكامل بدلا أن تدخلهم في الخلافات الجانبية في موضوع في مواضيهم في موضوع المتقاعدين وأسوارهم قلت أنا مدام أن نحن نتكلم عن فاعض بدلا كل سنة أنا أحاول أقدم قانون و نطلع مكافأة للمتقاعدين طيب شون يمنع أنه أنا مثلا أحط أسوي لهم جمعية استهلاكية كبرى من أموال المتقاعدين وتقدم خدمات أكبر وأقدر وتضخ أيضا فوائد للمتقاعدين ومصنح المتقاعدين نستثمر هذا الجانب شنو مشكلة لو أنشأنا شركة حكومية يتوظف فيها للقطاعات الأمنية يتوظف فيها كل المتقاعدين بمكافأات معينة وبدلا أنا أجيب شركات من الخارج وفي عندنا متقاعدين يعني قادرين يعني قادرين على أن يؤدوا هذا الدور أيضا طالبت أنه تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين إضافة أبنائهم غير الموظفين وآبائهم وزوجاتهم غير المسجلين بالتأمينات الاجتماعية الأخير أنا أيضا طالب بتعديل قانون التأمينات بإضافة العاملين في القطاع النفطي ضمن المستحقين لمكافأة نهاية الخدمة هذا جوز من بعض التصورات اللي قدمتها إنما كان المطموح يعني أعطني المأمول والطموح عندي أكبر من ذلك ما أسعفنا بلا شك الوقت في المجلس القادم عندما قدر الله سبحانه وتعالى لي النجاح سأركز على خدمة أهل الكويت ولن أنشغل في يعني محاولة متابعة مشاكل هنا وهناك أغلبيتها يعني تدور خارج القاعة وتؤثر في نتائجها داخل القاعة نعم يعني هذا الموضوع وهذه القضايا الجميلة أنا خلال فترة شهر يمكن بالانتخابات خصوصا هنا كنا على البودكاست نتكلم مع متخصصين مخليفة أهل اختصاص في التعليم في الصحة في الرياضة في الفن في الثقافة في كل المجالات واطروحات خصوصا المتخصصين جميلة لأنها حلول دقيقة للمشكلات يبقى ومن المرشحين أيضا نسمع بعضهم يقول رؤى بعضهم يقول برامج عمل يبقى هل هناك خطوة أولى لتحول هذه الآمال والأحلام والأفكار إلى واقع لأن البعض يقول نحن نعمل من خلال عمل برلماني فردي فقد تكون خطوة التحول من العمل البرلماني الفردي إلى الجماعي ممكن تساعد على تطبيقها أنت تقول عندك 80 قانون أنت قدمتهم بروحك ماذا لو كان هذا العمل تحول من عمل فردي إلى جماعي هل فرصة التحول إلى واقع ستكون أكبر بلا شك بلا شك أن العمل بالنهاية داخل مجلس سمه لا بد أن يكون في مساحة من التعاون الجماعي وإلا لن يكون واقعا إنما نحن أيضا نبحث في مسألة الأولويات وفي مجلس الأمم هناك لجنة تسمى لجنة الأولويات إنما ما أقول الشعب الكويتي لا بد أن يكون الحكم بيننا هو الشعب الكويتي في موضوع الأولويات وين أولوياتنا هل هي في الإسكان والتعليم والصحة والمشاريع الكبرى أم هي في مكان آخر بدون أنا أتكلم عن قضايا أخرى جانبية مشكلتنا أن نقدم أحيانا المشاكل الفردية والقضايا الفردية ونعتبرها هي الأولوية وهذه هي النقطة التي أنا دائما أرجع وأن خلونا مدام أننا في نفسية جديدة وفي إريحية جديدة وأنتم تشعرون أن سمو الشيخ أحمد نواف قدم صورة جيدة لمفهوم الإصلاح برأيتكم بشهادتكم طيب مدوا يد التعاون مو بالكلام مو بس يعني الكلام الشفوي لا لا قدموا يد التعاون بمرحلة هادية تسعون فيها إلى يعني ترك مساحة كبيرة متعاون مع الجميع مع الجميع لأن أنت اليوم وين مشكلتك مع الجميع مع الكل إلا إذا أنت كنت تعتقد أن هذا المجلس يمثل شركة شخصية لك هذا المجلس يمثل الأمة أنت فيه خادم للأمة لم يكن هذا المفهوم عندك وتتقبل نتائج الأمة أي أن كانت وتتعاون معها وتمد لها يد التعاون أنا ما عندي مشكلة في كل ما ذكرت أنا ما عندي مشكلة راح تتعاون و تمديدك أمي بالمي بس مو ييوني يحطوني الأولوية قضايا فردية أو قضايا هامشية و نختلف عليها من الجلسة الأولية هذا ما سيبدي مع الحكومة القادمة سيبديدك بلا شك أنا عندي 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 افتفاؤل كبير بالشيخ أحمد النواف أنا أتمنى أنه يقرأ الانتخابات بشكل جيد و بنفس الوقت أتمنى أن يأتي بحكومة رجال الدولة رجال الدولة تعيدنا إلى إلى حكومات الثمانينات والسبعينات التي كانت عندما تتحرك تقدم شيء نحن في التسعين قد استطاعت حكومة جاية من غزو في واحد وتسعين أنها تؤدي كثير من العمال الجليلة في فترة وجيزة و في التسعين كان في حكومة برلمانية هل أنت مع الحكومة البرلمانية أو تحسن إذا كانت النوعية التي يمكن أن تذهب للحكومة لم يهمها أن تخلص مصالحها الشخصية أهلاً وسهلاً إذا كانت في كفاءات ستدخل الحكومة وتتري العمل في الحكومة أهلاً وسهلاً لكن إذا كانت فقط مجرد أن نضع نواب وهم لا يقدمون شيء للبلد طيب ما استفت أنا لا أرى نهاية وفقاً لنظام البرلماني الذي أصلاً يحتاج إلى تعديل حقيقة وفقاً لنظام البرلماني من لا يقدم شيء مع كامل احترام إذا لم يكن لديك شيء تقدمه وإذا أنت مصرحتك ستقدمها على الوطن وعلى الناس يا خي لا تذهب اليوم لا نتابع من الزراء المنتخبين إلا تعينات انتخابية أنا بالنسبة لي لا أشكك بأحد ولا هو دوري ليشكك بأحد ولا أني أنا خرجت في هذا اللقاء حتى تكلم عن الآخرين أنا تكلمت عن مشروعي وفكرتي عن المستقبل وطموحي أن يكون البلد قادر أنه يتنفس نعم وطنه بحاجة أن يتنفس رسالتك الأخيرة إلى الناخبين بالدائرة وشعب الكويت كاتب أنا أشهد الله عز وجل أني كنت قريب من هموم غالبية أبناء دائرتي فتحت بيتي وديواني وخصص جزء كبير من جهدي لخدمة عموم الناس لم أفرق أبدا بين الناس على اختلاف انتماءاتهم أنا إذا كنت أخطأت فأرجو منكم الصفح والعدر والسموحة لكن إن كنت على حق ولو أن أنت في يوم الأيام كنت ترى أني على خلاف ذلك أرجوك أن تمد يد التعاون لي في المستقبل خلونا نكون حقيقة رجال دولة نبني وطن بدلا نكون رجال سيلعن التاريخ بأن كنا سببا من أسباب تخلف هذا البلد أتمنى من كل من يتابعين من أهالي الدائرة الأولى خصيصا حملت همومك وسعيت فيها أتمنى أنت يوم 29 تعطيني حقي في الصندوق وهذا ما أقولك أحمد شحمي مرشح الدائرة الأولى شكرا لك مشاهدينا فاصل ونعود لإستكمال الحديث